الفيلم الوثائقي وعلم المعركة المتكون من مئة حلقة هو برنامج رائع أنتجه مركز البرامج العسكرية التابع لمجموعة الصين للأعلام للاحتفال بالذكرى المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني تم بث على قناة تي سي تي في سبعة ومنصات وسائل الأعلام الجديدة المعنية بين عامي 2021 إلى 2022 ويضم هذا الفيلم الوثائقي مقابلات مع حوالي مئة من الجنود القدامة وأحفادهم وأيضا بعض من قصصهم التي لم تروى من قبل يسردون فيها تاريخ القتال البطولي لجيش الشعب الصيني تحت القيادة المطلقة للحزب الشيوعي الصيني وملامح الجيش القوي في العصر الجديد وهو ما أرشد جميع الضباط والجنود الصينيين لبراثة الروح الثورية من أجل تقديم المساهمات في تقوية الجيش وتحقيق الإنجازات الجديدة استعمل في تصوير الوثائقي فن صناعة الأفلام المسلسلة والمسرح مع الاعتماد على مجموعة متنوعة من طرق التعبير مثل إعادة تجسيد المشاهد والرسوم المتحركة ويعد هذا الفيلم الوثائقي بمثابة نشيد يتغنى ببطولة جيش الشعب الصيني تحت القيادة المطلقة للحزب الشيوعي الصيني وهو عبارة عن مواد دراسية حية تروي تاريخ الجيش الصيني المجيد وتقاليده الحسنة وخلال فترة بثه تجاوز عدد المشاهدين 300 مليون وبلغ عدد المتابعين على تطبيق مجموعة أصين للأعلام عشرة ملايين ولقي إقبالا كبيرا لدى الجيش الصيني بأكماله والشعب ترجمة نانسي قنقر